موسيقى واحنا ماشيين في طريق الخير في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيشاور عليهم وبييسر طريقنا ليهم مش احنا اللي بيختارهم ربنا اللي بيختارهم وبيسهلنا ووصولنا ليهم الحقيقة نجلاء من الناس دي نجلاء كانت تتفرج علينا في كل برامجنا وكانت تدعي يا رب أقابلهم صح ولا إيه؟ آه الحمد لله قوليلي بقى حكيلي حالتنا المبدأة وحشة آه مطايتش بقى؟ الجولة مبمطر إيه؟ الجولة مبمطر؟ آه باخد عالي وطلع الشارع انتي بيتك ده؟ لا بتي من جوه من جوه؟ من جوه؟ دي الحتة دي وجعته وناس أولاد حلال بردو بلاني مافيش سقف؟ لا آه الحتة بتيقع العرش بيقى يعني العروب سقط علينا والحتة بيقع علينا من أخينا بأخد العلو الروح من دي الجيراني كل حتي بوزط من النطرة والحيط وجع من اللي جنيه كده مصورينا جوه الحيط وجع علينا والبيت وحش وده بيتكو؟ ده بيتكو يا نجري؟ بيت حماية اه يعني ده جوزي ورثه من أبوه اه اخواته قدروا وعيشوا قدروا وبانوا لروحهم وجوزي مش جاهد الان جوزي ولا متعلم ولا متوزف ولا اي حاجة اه رزاجي في اليومية يعني جاك اليومية بيطلع مش جاكة بنوعد اه ايه يومية بيشتغل ايه؟ يعني يعني يعزك حتة الدامية يجمع تماطمية خرصانة اللي ربنا بيبعثه بروحها مش بيقول على شغلة لا ما بيقولش لا ما بيقولش لا اي حاجة بيعمالها المهم يجي بي اليومية اليومية ايه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه وجوزي بيش ربسة جاير منها ومعي تلاتة عيال في العلام بنت الكبيرة بيجي لها العرسان وبنرفضه لان ولا ما كان نقابل العرسكي مثلا ولا اقدر اجهزها وبابا ارفضها احسن بيقول لا هاكملك علي عشان مش قلها تحط ابنها هدف تجوز عشان مش تحب واحد ومش اقدر اجوز اوزها وجف يعني بيصعب عليها نفسي طب اقول لي هاكملك عليها هكملك عليها هاكملك عليها هتكمليلي علام ازاي هقولها بقى اللي اللي بنيلبسها انت اذا تتعلم علشان تبقى قوية وتقدر تساعد نفسها ولان اولا ابوها متعلين ومش قادرين نشتغل اولا ابوها مش موظف ولا بيجرى ولا بيكتب عشان يروح شركة او كده وهو عنده 48 سنة الصحة بتروح مش بتيجي واني مركبة ما صامرت رجلي وش رايح ما بيشتغلش ممكن اجيب عشرة طرخات عشدهم في طرخة جايبهم هم ومرابيهم عشان بيحهم على رمضان عشان الحل المادية تمشي ما هو رمضانش في شغل والكورونا ديت مش في يوميات اصلا ايام الكورونا ديت بيشتغل بقا هو بيشتغل حي جزارع روح لجبال اي يوميات بس ما بيقولش لأ عشو لا ما فيش حي لو حد قلت عجنتنا بروح نبني حتن نعزق اريد ايشتغل مع اي حد الناس عارفان عندك ولاد قد ايه عندي سانو ادم وشايمين شفت ولادك حبيبي جمال بس نفس مقصورة بطا لا خالص ربنا ما يكسر نفسهم فاني بقيت اشوف اتفزين اقول ايه الناس كده اقول يا رب اني اوعد لي ومناس اولاد حالي يجوني اقعد مش عايزة حاجة من ضخ دعيت يعني ربنا من دعيت دعيت كل ما اشوف ادعايا بيني وبين نفسي من قلبي كده اللي اللي الناس نايمة كده واني لما لاجي اخوش لمعط بخالي يفور واني بخاف منهم برتعب منهم اخوش اقول يا رب يحفظنا يا رب واتجاوب انتر كده اقول ايه انت الفرن تدخل من السقف يعني؟ اه بتخش ضد الطينة يعني بيفحاره وخشه واني اخوف لو عاوزة حتى اخش الحمان بالليل اخوف الفرن بتفع انا من جمش نوخي ما عندكيش كهربا؟ عاد انا كهربا بس عاداني فتح الكهربا ادفع كهربا مني انا بدفع كهربا 300 جنيه مني لاني بداني مفتحة لانور عشان معي عيالي حاجة بخفي الاكل انت بقى ادفع لما ادفع كهربا ومية 500 جنيه في الشهر افرد مش فيه ميات في الشهر دي هتدفعها الزين مش هتحسس بكده اجا قولنا بتاع الكهربا مش اتزام بيه يود الوصف مش مطرق فيني بحاجة زي كده فاني بتمنى من ربنا لقاب الجهاز بنتي اتمنى اقواج فيه التنظيف بري وفرحة بري وفرحة بري بري وفرحة انت عايزة منتهى احلامك ان انت بس يبقى البيت يتسقف يبقى بتسقف يعني ما يتعمله سقف علشان ما ينزلش عليكم لا مطرة ولا 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 لو قطين كده بمنافحهم كده وحيش في امان دي بالدنيا وعليها ربنا اجدركوا قدرتوا تساعدوني في الجهاز دي مش في ما اللي ربنا اجدركوا علي بس اقام حاجة نفسها اقعد في مكان بتمنعها من ربنا وربنا يدعي بإذن الله انا شايفة البلد فيها البلد نظيفة بس مش في حد دي يا حبي يعني النفر يستغف الله عظيم سامح لي يا رب ما ببعد مع نفسي كده اقولي يعني الناس دي مش في حد بتروقف يعني شو اللي ازميك؟ لا يعني هاولك على حك اقولي الواحد محتاجين يمد ايده هو ربنا وصى ساقي يعني وصان على سبع جار وصى الجار على جار حتى كنت ما اقدم في اللي بقولك القبض الشهرية دي اقدمت اربع مرات فيها ويجي لا استحق اروح الشؤون حدي اقولي لا استحق لي وليا تبقى هو جيبت ورق جلول يحمله ورق جلول ممكن يبقى في ناس اكتر استحققا منك في ناس لا في ناس والله ما تستحق ولا جون مغدينها ناس احسن مني دي اتحاجة بتيجي من مش عارفة جيبت من كل مكان ورق اللي عمش الناس بتتحرى وبتشوف مين اللي يستحق ومين اللي يمكن حد محتاجين له يعني عنده مثلا ابن مريض هي الستة تبقى مريضة نحمد ربنا على نعمة الصحة يا رب يا رب الحمد لله انا باقولك فيه ان احنا في جديد وبنقدر انجيب القرش بنحافظ علي عارفين الجيني جاي ازاي يعني احنا بنحافظ عالجيني بنصرف وحنا عارفين جيمتهم في غيرنا بصرف ملايين مش عارف جيمتها دي حاجة فرضل من عند ربنا اني بعد عنا المرض وبعد عنا الشيل وده حاجة من عند ربنا كبيرة والحمد لله طالما الواحد بقول يا رب مش حياتها وهو اللي انا طلباه من ربنا بس بيت اقعد فيه مكان البيت اللي انت فيه ممكن يتعملك ان شاء الله حاجة كويسة الطين ده يتعمل يتغفق ويتعمل حاجة كويسة السقف بدل ما هو جريد كده يتعمل بقى حاجة محترمة انت بتشوفي البيوت اللي بتتعمل بتتوضب وبتتحسن والعيشة بتتحسن ان شاء الله اهم حاجة اولادك الحلوين دول تعلميهم ما نفس بس عالم دي عايز فروس يا قبلة عايز مقدرة العالم مش البلاش العالم بفلوس كل خطوة لدروس لما ابني عايز دارس ولا بني ابني صغير دي وقت باوديه دارس بقول لي مش جادة تتفعلي الثلاثين جينيه ما تجاعديني تبتوضيني ليه لقبل واقفال على ثلاثين جينيه بقول له لما ابوك يطلع شغل هتفع عملة راد علي يا جال لي مش جادة يا مام مش يتعلمينا تتعلمينا ليه لقال كلها دافع اكواني اللي مدفعش ممكن عايزة الولاد ولادها يدخلوا بس التصوير هنطلع فاصل ووريكو الامارات دول ما ينفعش ما يتعلموش ولادك حلوين حلاوة وان شاء الله الله أجل ابني جاي جاي كده يا معلش يعني جاي جاي مش جادة يعني كلمة واجعتني بس انا عملة تروح ان انا شدها ان شاء الله تقداري وان شاء الله الدنيا صعبة وان شاء الله معافر بس الوناد الحلوة دي لازم تتعلم آدم هو وسيد حبيبي مين اللي حلائلك الحلقة الحلوة دي عندكو في البلد بيحلقوا هنا الحلقة الحلوة دا عندك في البلد تعال وريني كده الحلقة الحلوة دي ايه الشاطرة دي ايه الحلوة دي دا انت نجم سينما يا ابن انت عارف كده عارف انك ممكن تبقى نجم سينما او نجم بقى في مجالك او مهندس او دكتور بس لازم نتعلم انت بتذاكر ولا ما بتذاكرش بتذاكر ها؟ وانت يا ساي بتذاكر يا حبيبي لازم نتعلم عشان نبني عمارة حلوة زي اللي هناك دي ونريح ماما اللي همخلفها رجلين عارفين كده؟ كده ماما كده ترتاح وانتو تجباروا بقى وتشتغلوا شغلانات حلوة وتريحوا ماما صح كده؟ ان شاء الله ربنا هيبارك فيكو وتبقوا احسن ناس في الدنيا صح؟ وتبقى حلو كده تخلي فيوقات حلو زيك كده؟ ايه الجمال ده؟ بيقول له ها؟ بيقول له مش جادة هتعلمين لها جاعدينة لا ما تقوع تقعد لا تتعلم إيه اللي يقعدك؟ لا لازم لا 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 هو هيتعلم وهيبقى كويس وسيد ده هيبقى كويس هيبقى أحسن واحد في البلد هنا ويشتغل في مصر وماما بقى تتقعد في البيت حلو وكبير بسلوسكو بقى عشان انتوا هتبقوا متعلمين صح؟ على فكرة كل الناس المهمة المهمة في مصر كانوا طالعين من بلد كده وكانوا بيلعبوا كده زيكو وكانوا في بيوت كده زغنططة حلوة كده زي بيتكو بس اتعلموا اتعلموا وبقوا ناس مهمين ليه من العلام ماشي قدم؟ ماشي قدم؟ معلش هوه مكسوف بس الكلام ده مهم والله لو هتفتكروا كلام كده لو هتفتكروا اي كلام لأ ده ده الاهم ده الاساس اي فلوس في الدنيا بتيجي وبتخلص اي فلوس لو انا اديتك دلوقتي في ايدك الف جنيه هيخلصه لو اديتك الفين هيخلصه انما اللي مش بيخلص هو العلام بقى انك تتعلم وتشتغل ده مش هيخلص انا بعض اقول لولادي كده لو ما تعلموش مش هلاقوا حد يصرف عليهم ماشي؟ توعد مهما بقى ان انت تتعلم وتبتذكره وكده ها؟ تخليه الجدع تخليه الجدع ولازم نتعلم انتو مغلبين مش عايزين تروحوا الدرس ليه؟ والمدرسة عايزت تلاتين جنيه ها؟ مدرسة عايزت تلاتين جنيه هي برضو بتعمل حاجه وعايز المقابل بتاعها مش يعني هي مش غلطانة بس احنا يعني لو زنائت معانا نذاكر احنا احنا جدعان ماشي؟ ان شاء الله ربنا هينجحك وتبقوا احسن ناس حبيبي الحلاوة دي ما ينفعش طغط كده لازم تشتغل انت تسافر برا تدرس كمان وترجع بقى تخدم بقى ماما وتخدم بلدك وتبقى حاجه كبيرة ماشي يا ادم؟ ماشي يا سيد؟ ان شاء الله سيد كده ايه؟ حلق حلقة كده حلقة كده كده؟ تحس انه ممكن يدخل كلية عسكرية ولا كلية كده؟ ان شاء الله اه والله يبقى حاجة كبيرة باذن الله باذن الله حبيبي نورتوا باذن الله باذن الله بصي يمكن احنا جينا عشان نقولك كلمتين دول يمكن جينا عشان الناس تتكفل بتعليم ادم وسيد كده ولغاية اما يتخرجوا باذن الله باذن الله يبقى حاجة كبيرة يبقى حاجة كويسة هو ربنا يعني بيختار الناس مش احنا اللي بنختارهم ان شاء الله ربنا يكرمكم ويبركلكم واتمنى ان كل اللي بيتفرجوا علينا يتفعلوا معانا ونفضل كده رفعين راسنا بالامارات دول شكرا لك يا حبيبي نورتين اشوفكم في حلقة جديدة في بر جديد وفرحة اكيد